في رحلة كانت متوقعة أن تجرى في فبراير الماضي يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التوجه إلى الصين خلال الأسابيع المقبلة لإجراء محادثات من أجل خفض التصعيد بين البلدين وفقا لما أكدته وسائل إعلام أمريكية رحلة بلينكين إلى بيكين تكتسب أهمية كبيرة حيث ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرحلة المخطط لها قد تشمل اجتماعا مع الرئيس الصيني تشي جينبينغا بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مسؤولين صينيين كبارا من بينهم كبير الدبلوماسيين ووزير الخارجية وتحاول أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم تخفيف حدة التوترات التي أجاجها في فبراير رصد السلطات الأمريكية فوق أراضيها من طادا صينيا قالت إنه أطلق لأغراض تجسس عسكرية في حين ردت بكين بأنه منطاض لأبحاث التقصى ضل طريقة بينما أدى رصد هذا المنطاض وإسقاطه من قبل الولايات المتحدة إلى إلغاء زيارة كان مقررا أن يجريها بلينكين إلى الصين في تلك الفترة وتسعى واشنطن إلى أن تكون الزيارة خطوة كبيرة نحو ما وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي بذوابان الجليد في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم وضمن سباق إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة لتجنب تصعيد التوتر إلى حد النزاع أفاد مسؤولون أمريكيون وصينيون بأن الدبلوماسي رفيع المستوى من بلديهما أجروا محادثات صريحة ومثمرة في بكين كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة والبناء على الدبلوماسية رفيع المستوى بين البلدين وتقف الولايات المتحدة والصين على خطين متوازيين فيما يتعلق بالكثير من الملفات أكثرها حساسية طيوان والموقف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا استدعم الصين موسكو دبلوماسيا كما أنها توفر لها منفذا لبيع النفط في حين تدعم الولايات المتحدة وأوروبا أوكرانيا بمليارات الدولارات من الأسلحة والمعدات إضافة إلى الدعم الدبلوماسي الواضح